كيف ترتبط الحركة التوفقية البسيطة بالحركة الدائرية المنتظمة؟ عندما يتحرك جسم في مسار دائري بسرعة ثابتة، ندعو هذه الحركة بالحركة الدائرية المنتظمة، ولهذه الحركة الخصائص هي الدور، دواثر والسرعة الزاوية. الدور هو الزمن الذي يستغرقه الجسم ليقطع دورة كاملة، أما التواثر فهو عدد الدورات التي يقطعه الجسم خلال الثانية الواحدة. السرعة الزاوية هي مقدار الزاوية التي يغطيها الجسم خلال الثانية الواحدة، مقارنة مع السرعة الخطية وهي مقدار المسافة التي يقطعه الجسم خلال الثانية الواحدة. يقاس الدور بالثانية، أما التواثر ومقلوب الدور يقاس بالهرتز أو واحد على الثانية. السرعة الزاوية تقاس بالرادين بالثانية حيث 2π رادين تساوي 360 درجة. إن الحركة التوافقي البسيطة تشابه الحركة الدائرية المنتظمة حيث أنها يمكن تمثيل حركة الجسم المعلقة بالنوضب بحركة جسم حول مسار دائرية نصف قطره ومطار الحركة ونتظرون إزاحة الجسم هي مسقط الجسم المتحرك حول مسار الدائرية إذن عندما يكون الجسم في لحظة ماتية وإزاحة X تكون قيمة كوساين الزاوية بين المطار والإزاحة هي X على A أي أن الإزاحة X تعطى بالعلاقة X تساوي كوساين تتة وبما أن السرعة الزاوية التي نرمز لها بالرمز أوميجا هي مقدار الزاوية التي يقطعها الجسم خلال حدة الزمن أو أوميجا تساوي تتا على تي فإن تتا تساوي أوميجا بتي فتصبح معادلة للحركة من الشكل X تساوي كوساين أوميجا تتا زائد فان حيث phi هي قيمة الزاوية الابتدائية عند بداية الدراسة في حال وجودها وبذلك نكون حصلنا على معادلة تصف حركة الجسم من تحرك حركة توفقية بسيطة